السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في كل مكان أسعد الله أوقاتكم أسعد الله قلوبكم بداية اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع مهم جدا ألا وهو تشخيص وعلاج السلمونيلا والكبد تحدثنا في فيديوهات سابقة عن السلمونيلا لوحدها وتحدثنا عن علاج الكبد أو ما يسمى بالتهاب الكبد أو ما يسمى بالانتفاخ انتفاخ الكبد ويكون ظاهر تحت القفص الصدري تماما معظم المربين يعرفون هذا وموجود في فيديوهات سابقة موضوع الحلقة اليوم كيف أعالج الشيئين مع بعض بنفس العلاجات في آن واحد هذا الموضوع يعني بداية أحذر من أي خطأ في هذا الأمر هذا الفيديو خصيصا لأي كناري أو أي عصفور فقدنا الأمل منه تماما يعني جربت كل العلاجات ولم تجد أي استفادة بإمكانك أن تجرب هذا الأمر قمت بتجربة هذا الموضوع على عصفورين بشكل يعني متفرق في وقت في زمن مختلف ونجحت العملية في كلا المرتين تمام العملية بسيطة جدا ولكن خطأ صغير يقتل الطائر مباشرة خطأ صغير يقتل الطائر الأعراض كالآتي يكون الطائر منتفخ البطن طبعا في فيديوها السابقة رأيتم هذا الأمر يكون الطائر منتفخ البطن الكبد واضح ونازل تحت القفص الصدري مباشرة براز الطائر يكون أخضر غامق أخضر غامق كالحشيش أخضر غامق ويكون أحيانا أبيض شيدي طباشيري أبيض كالشيد أو كالطباشير تمام أو أخضر غامق والطائر يبدأ بالتسييف يعني ضعف الصدر صدر الطائر يكون ضعيف جدا تمام العلاج سيكون كالآتي ركزوا معي قلنا أقل خطأ موت الطائر لدينا العلاج المعروف عليه والذي قلته في فيديوهات كثيرة ما يسمى فلور في نيكول وله شركات أخرى اسمه فلوراجيكت فلور في نيكول هو نفس الدواء ونفس العلاج فلور في نيكول معروف عنه أنه لا يخلط مع أي علاج آخر يعني يستخدم للصيصان أو للدواجن أو للدجاج يخلط معه فقط ما يسمى اللي هو فيتامينات معينة اسمها فيتالايت أو ما يسمى فيتامينات هي عبارة عن فيتامينات معينة خصيصة للفلور في نيكول غير ذلك لا يخلط معه أي علاج في نفس العبوة أو في نفس اللي هي المشربية لذلك الفلور في نيكول اعتمدناه في فيديوهات كثيرة لعلاج السلامونيلا وهو علاج ممتاز جدا وطبعا جرعته تتراوح من ثلاثة نقط على نصف المشربية إلى خمس نقط طبعا لو وضعنا الفلور في نيكول في عبوة قطارة عيون نضع من قطارة كهذه ثلاث إلى خمس نقط على اللي هو نصف المشربية ولكن أعزائي المتابعين مع الممارسة والمتابعة وجدت أن الفلور في نيكول نضع ثلاث نقط فقط لا غير على نصف المشربية لأن خمس نقط بعض العصافير أو بعض الكناري تتأثر بالسلب من خمس نقط تكون الجرعة قوية طيب الآن نريد أن نعالج كبد وسلمونيلا في نفس الوقت ونستخدم الفلور في نيكول ونستخدم أربعة في واحد الأربعة في واحد تحدثت عنه في فيديوهات سابقة هو عبارة عن تايلوجيكت ديكساميثازون أكسيبال ولينكومايسين 2 سانطي تايلوجيكت سانطي ديكساميثازون 1 سانطي لينكومايسين و1 سانطي أكسيبال تخلط مع بعض وتصبح بهذا اللون أو بهذا الشكل بعد أيام الأكسيبال يتأكسد ويصبح لونه يميل إلى البني أو السواد نعرف أن الدواء بدأ يفسد يعني مدته تقريبا عشر أيام طيب العلاج كالآتي نضع ثلاث نقط من الفلور في نيكول على نصف المشربية ثلاث نقط فلور في نيكول على نصف المشربية تمام ونقطة من هذا العلاج في فم الطائر مباشرة نقطة في فم الطائر مباشرة طبعا نقطة بالنيدل من رأس النيدل لو نظرنا إلى هذا النيدل هذا النيدل واسع لا هذا المرفوض ستخرج نقطة كبيرة هذا النيدل ضيق نيدل حقن بسيط لو وضعنا نقطة لو وضعنا هذه النقطة نقطة صغيرة في فم العصفور مباشرة تمام كهذه النقطة نقطة مباشرة في فم العصفور الآن إليكم الترتيب ركزوا معي لا نريد أن يختلط الفلور في نيكول مع الأربعة في واحد في نفس الوقت ماذا نفعل وعن تجربة أقوم بوضع نقطة أربعة في واحد في فم العصفور تمام المشربية بها ماء نظيف بعد ساعة كاملة من وضعي لنقطة الأربعة في واحد في فم العصفور أخذ المشربية وأضع بها ثلاث نقط فلور في نيكول على نصف المشربية وأضعها للطير تمام ثاني يوم ثاني يوم أسحب المشربية أرفع المشربية وأقوم بسكب الدواء الذي فيها وأنظفها وأضع بها ماء نظيف تمام وآتي بالأربعة في واحد وأمسك الطائر وأضع نقطة أربعة في واحد في فمه وأضعه في القفص وأعيد له ماء نظيف تمام خلصنا بعد ساعة أسحب الماء النظيف وأضع ثلاث نقط فلور في نيكول على نصف المشربية وأعيد الفلور في نيكول إذن في اليوم كامل نقطة صباحا فقط نقطة واحدة صباحا عصرا مساء المهم يجب أن نرتب الجدول يعني في وقت وجود الفلور في نيكول في المشربية لا أضع نقطة دواء للطائر في فمه أترك مدة ما بين نقطة الأربعة في واحد وما بين مشربية فلور في نيكول مدة ساعة كاملة ماء نظيف لكي أضمن أن نقطة الأربعة في واحد دخلت في جسم الطائر وخرجت عن طريق الإبراز وانتهت مفعوليتها ثم بعد ذلك لو شرب العصفور من المشربية من فلور في نيكول والذي سيعالج السلمونيلا وأشياء أخرى في جسمي لن تتداخل العلاجات مع بعض مجربة مئة بالمئة اتبعي التعليمات لا تخطئ كمان مرة أعيد نقطة صباحا من الأربعة في واحد ماء نظيف في المشربية تمام بعد ساعة ثلاث نقطة فلور في نيكول على نصف المشربية أضعها إلى ثاني يوم ثاني يوم نغير بماء نظيف نضع نقطة أربعة في واحد ماء نظيف بعد ساعة نسكب الماء النظيف نضع ثلاث نقطة فلور في نيكول إلى ثاني يوم وهكذا تمام لمدة خمس أيام لمدة خمس أيام نركز ألا يكون فلور في نيكول في المشربية ونضع النقطة للطائر في نفس الوقت خشة أن يذهب الطائر ويشرب فلور في نيكول في نفس اللحظة التي وضعنا فيها الأربعة في واحد وبذلك تتدخل الأدوية فيموت العصفور فورا هذا والله الموفق عزيزي المتابع ركز في هذا الفيديو جيدا لكي لا تلومني في النهاية اتبع الخطوات جيدا هذا الفيديو مخصص للكناري الميؤوس منه والذي انتفخ بطنه من الكبد والذي لا تستطيع أن تعالجه وكلما عالجته من الأربعة في واحد لوحدي أو الفلور في نيكول لوحدي لا تستطيع أن تجمع بين الاثنين جمعت بينها وقمت بالتجربة تجربة ناجحة والعصافير شفيت تماما وأصبحت بصحة ممتازة إن كان من توفيق فهو من الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله لا تنسى اشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد أنت المستفيد أولا وأخيرا لا تنسى أن تنشر هذا الفيديو على المجموعات وعلى الصفحات ليصل إلى أصدقائك وإلى أحبائك ولا تنسونا من الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته